معنا من درها عبر الأقمار الصناعية حسن الحتاتي مدير الإدارة المدنية في جيش أحرار العشائر مرحبا بك معنا إلى استوديو الآن سيد حسن إذن كما تبعنا بالتقرير قبل قليل لا تبدو أوضاع أهالي السويداء بخير خاصة بعد أن عادوا إلى قراءهم المحررة هناك خناق عليهم هناك ضعف بالبنى الأساسية ضعف بالخدمات وحتى ضعف بدخول المواد الغذائية ماذا تزيد لنا عن وضع أهالي ريف السويداء في المناطق المحاصرة من قبل داعش والأسد أهالي ريف السويداء الشرقي والشمالي يوجد حوالي 7 إلى 8 قرى محاصرة من قبل النظام والميليشيات الشيعية والإيرانية محاصرة تامة ومطبق عليهم ويوجد قصف عليهم طيران ومدفعية وصواريخ مياه لا يوجد لأن الأبار المياه خربت خربها تاعش قبل الانسحاب من هذه المنطقة والمدارس شبه مدمرة والمخبز كان يوجد مخبز أو فرن أحرق ودمر الأهالي في وضع مساوي عم يشربوا من تجمعات المياه في الحفر خبرات لونها أحمر حتى من التراب وممكن أنه بآخر الصيف تنتهي لا يوجد أبار مياه هناك نحن المنطقة تحت سيطرة جيش أحرار العشائر تقريبا بالكامل من التل الأصفر إلى أبو شرشوح لكن قوات النظام والميليشيات دخلت على خط إرشيدة بأرقى سد الزلف وكان فيه يوجد طريق قريب قطعة الطريق وأي تحرك أو أي رؤية أماتور أو سيارة تقصف عليه كم عدد المدنيين في تلك المناطق المحاصرة تقريبا سيد حسن؟ والله يوم في غالبية المدنيين كانوا هاربين وفررين من داعش ورجعوا تسمنهم لجزء عشرة آلاف تقريبا الموجودين حوالي نعم حوالي عشرة آلاف مدني لكن القصف حوالي عشرة آلاف لكن القصف حاليا عم يهربوا ويسكنوا في بيوت من الخيش وتركوا القرى لأن القرى عليها قصف شديد وهربوا باتجاه الشرق على الممكن على الوعر أو البادية حالتهم صعبة جدا ما الذي يمكن أن يقوم به جيش أحرار العشائر لمقابل هذه الهجمات الشرسة كما قلت من قبل نظام الأسد والميليشيات الطائفية على مناطق ريف السويدة الشرقي والشمالي نحن حسب الإمكانيات حسب القدرات العسكرية الموجودة بين إيدينا أنت تعرف القدرات أنا أسألك عن ما الذي تستطيعون القيام به لحماية الأهالي على الأقل أو تأمين تلك النواقص والله تأمين نناشد المنظمات الهيئات بالمساعدة المدنيين نحن نحاول أن نعيد استثمار الآبار أو حتى المدارس نحن لنا تجربة منطق الغربي بمنطقة حران واللجاة المدارس المتنقلة من أجل تعليم الأطفال نحاول نكرر هذه التجربة في المناطق البادية ولكن يوجد قصف تحتاجون دعم تقصد يعني تحتاجون مؤاذرة ماذا تقصد بالطبع كي تستطيعون أن تستمروا بتقديم هذا النوع من المساعدات نحتاج عسكريا نحتاج قدرات أكثر من الموجودة بين إيدينا يعني تكون بعيدة المدى من أجل أن نردع النظام والميليشيات وإنسانيا نحتاج لإمكانيات نحن يعني على هو إمكانياتنا نحن نقدم للمدنية لكن يوجد قرى يعني قلت لك شيء حوالي سبع أو ثمان قرى في طرق إلى مناطق المحاصرة يمكن أن ندخل إليها مستحادات غذائية أو طبية هل من مداخل يعني؟ من جهة النظام محاصرين نهائيا نعم أما من يعني ممكن من جهة أخرى يعني إذا كان في إمكانيات نستطيع أن ندخلها وإذا تم إرجاع الجيش والميليشيات من سد الزلف يعني يكون الوضع صار يعني أشوى ممكن يعني يصير أسهل مساعدة المواطنين وخصوصا طبيا يعني عندهم الحالة الطبية يعني لا يوجد أصلا نهائيا أي نقطة طبية أو ضمدات حتى يصل الجريح أو المصاب إلى ممكن المناطق اللي مثلا مخية مرقبان أو إحدلات نتمنى سلام لكل المدنيين في تلك المنطقة في تلك المناطق المحاصرين ونتمنى أن يصل صوت قال لجميع من يستطيع أن يقدم مساعدات حسن لحتيتي مدير الإدارة المدنية بجيش أحرار العشائر شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من درها